أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لا خير في كثير من ما يتناج به الناس والمناجات والنجوة هي الكلام الذي يسره الإنسان لا خير في هذه المناجات كلها والكلام إلا من أمر بصدقة يعني إلا في نجوة من أمر بصدقة صدقة كل شيء والكلمة الطيبة صدقة والكلمة الطيبة وتبسمك في وجه أخيك صدقة الله أكبر هذا الدين العظيم تبسمك في وجه أخيك صدقة قال عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة كل معروف صدقة لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف والمعروف هو كل ما أمر الله تعالى به المعروف ما عرف حسنه بالشرع وأعمال البر كلها من المعروف لأن العقول حتى تعرفها ولا يتوهم الإنسان في معارضة بين العقل والنقل أبداً درء تعارض العقل والنقل أو إصلاح بين الناس كما قال تبارك وتعالى والصلح خير والإصلاح بين الناس أمره عظيم ولهذا أبيح فيه أبيح فيه النجوة أو أبيح فيه الكذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب في حديث أم كلثوم بنت عقبة قال عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً أو ينمي خيراً ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً كما خرجه البخاري وفي حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين الإصلاح بين الناس أمره عجيب ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميم عليم لو فرض أنك أصلحت بين متخاصمين فنالك أذى وأكيد لا بد أن يصلح بين الناس سيأتيه اتهام سيتهم بعض الناس سيقال فيما يقال لكنه انظر ماذا قال الله بعد ذلك ومن يفعل ذلك كمل تقاء مرضات الله ما يريد من الناس شيء لو فرض أنك أصلحت بين المتخاصمين فنالك ما نالك من الأذى فحلفت قلت مثلا والله لا أصلح بين المتخاصمين قسمت يمين أنك ما تصلح بين المتخاصمين ثم دعاك الناس لأنك معروف بحسن الأسلوب والطريقة دعوك للأصلاح هنا لا تقول أني حالف بعض الناس يقول لا أنا على يمين خلاص مدم على يمين ما أنا مصلح بين أحد نقول قال تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم لا تجعل اليمين بالله معترضة لك ما نعتلك ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سبيع عليم وهذا أرجح القولين في معنى الآية كما ربما مر عليكم هذا إن الإنسان ما يجعل اليمين بالله تمنعه من الإصلاح ذات البين لأن إصلاح ذات البين بين المسلمين له أثر عظيم في جمع الكلمة ووحدة الصف وزيادة الحسنات واجتماع القلوب له أثر عظيم ولهذا قال الله لا خير في كثير من نجواهم وما يتناج به الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ثم نبه على وجوب الإخلاص في هذا فقال ومن يفعل ذلك؟ ومن يفعل ذلك؟ ابتغاء مرضات الله طلب رضا الله سبحانه وتعالى لأن الناس ينبغي أن يكون الشخص لا يلتفت إليهم بقدر ما يستطيع الناس مدحهم وقدحهم ما يرفع ولا يشفع غالبا ولهذا لما جاء العرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن مدحي زين وذمي شيء قال ذاك الله الله هو اللي مدحه زين وذمه شيء أما أنت من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه يعني في الآخرة أجرا عظيما ولاحظ يشبه قوله تعالى فقد وقع أجره على الله ما قال فسوف ندخله الجنة انظر قال فسوف نؤتيه أجرا عظيما أجرا عظيما غير محدود ما قال فسوف نؤتيه أجرا لا أجرا عظيما لعظيم مكانت ومنزلت هذه الأمور الثلاثة الأمر بس صدقة أحيانا أنت ربما تتكلم بكلمة بعض الناس قد يتكلم بكلمة في مجلس في بعض الأثرياء فتكون هذه الكلمة سبب في مشروع عظيم وخير كبير والعكس بعض الناس يتكلم بكلمة فتكون سبب في صد مشروع عظيم ولهذا جاء في حديث حسنه بعضها للعلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير فعلا هذا بعض الناس كذا سبحان الله لو سكت كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا وليصمت بعض الناس إذا هم الغني بصدقة أو هم صاحب الخير بشيء تكلم كأنه شيطان فأنهى الموضوع تماما وأده في مكانه وبعض الناس على العكس من ذلك سبحان الله إذا هم أن يحجم عن خير وصدقة أو بر أو صلاح تكلم بكلمة فصارت مفتاح لخير عظيم وكل إنسان يفعل ما سينال عند الله سبحانه وتعالى ويفعل ما سيجازيه به ثم قال تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول يخالف من بعد ما تبين له الهدى من التوحيد والحدود ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني غير طريق المؤمنين وهذا ملازم للصفة الأولى لكن يعني طبعا ومن يشاقق الرسول أكيدا لشاقق الرسول متبع غير سبيل المؤمنين إذن لماذا؟ قال الله ومن يشاقق الرسول ثم قال بعده ويتبى غير سبيل المؤمنين يقول الحافظ بن كثير رحمه الله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا ملازم للصفة الأولى ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لمجتمعت عليه الأمة فإنه قد ضمنت لهم العصمة والله تعالى لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على خطأ ولهذا قال الله ومن يشاقق الرسول ثم قال ويتبع غير سبيل المؤمنين لأنه اللي يتبع غير سبيل المؤمنين أكيد قد شاق الرسول لأن الأمة ما تجمع على ضلالة الفرق هو كالتالي ومن يشاقق الرسول يخالف نصا ويتبع غير سبيل المؤمنين يخالف إجماع الأمة مع أنه أشار بعض أهل العلم ومنه بنتمية إلا أنه قلم أو لا يوجد شيء أجمعت عليه الأمة إلا وفيه نص علمه من علمه وجهله من جهله نوله ما تولى نكله في الآخرة إلى ما تولى في الدنيا ونصله جهنم يعني ونجعل صلاءه نار جهنم ندخله فيها ونحرقه فيها ثم قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه الآية الكريمة فيها دليل على عظيم ذنب الشرك تقدم التحذير من الشرك في هذه السورة ولما تقدم في قوله وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وفي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به وهنا كرر الأمر لخطورة الشرك الأكبر وأنه أعظم الظلال ولا يغفره الله إلا بالتوبة منه وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك ما في الصحيحين حين سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك والند هو المثل والشبيه فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك به شركا يبطل التوحيد وينافيه فمن صرف نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد وقع في الشرك الأكبر وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة وهو الظلم إن الشرك لظلم عظيم فلا أسوأ ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب برب الأرباب ولهذا يقولون يوم القيامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين لا أسوأ ممن سوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الغني الكامل من جميع الوجوه المشرك هنا يتنقص الرب جل وعلا لذلك استحقا يخلد في النار لأنه ظالم هل أعظم ظلما ممن خلقه الله عز وجل لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخس المراتب وأحط المنازل أما بقية الذنوب ما خل الشرك فهي تحت المشيئة فالذي يقول يا سيد فلان أغثني أنا في حسبك هذا هو الشرك الذي يطلب الشفاعة من أموات رميم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير هذا هو الشرك أن تجعل لله ندا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله والدعاء قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم قال الله إن يدعون من دونه إلا إناثا يعني أصناما لها أسماء مؤنثة كاللات والعزة وقيل المراد بالإناث الموات الذي لا روح لها كالخشب والحجر وهذا توبيخ لهؤلاء المشركين وتضعيف لعقولهم وأن يدعون إلا شيطانا مريدا وهو الشيطان لأنهم إذا طاعوا فقد عبدوه كقال تعالى ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين مريدا المريد هو العاتي لعنه الله أصلا لعنة طرد والإبعاد فهو إبعاد مقترن بسخط والعياذ بالله إبعاد مقترن بسخط وكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وتجد بعض بني آدم يهربون من عبودية الله ويسكنون عبيدا للشيطان يقول ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا والنصيب المفروض هو المقطوع المقدر يقول ابن القيم حقيقة الفرض هو التقدير والمعنى أن من اتبع الشيطان وأطاعه فهو من نصيبه المفروض وحظه المقسوم فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضه فالناس قسمان نصيب الشيطان ومفروضه وأولياء الله وحزبه وخاصته الناس قسمان أحد من فرض الشيطان وحد من أولياء الرحمن ومن خاصة عباد الله ولأضلنهم طبعا كل هذا اللامات هذه كلها قسم اللام جواب قسم محذوف والأضلال الصرف عن طريق الهداية إلى طريق الغواية ولأضلنهم يعني عن الحق ولآمرنهم قال ابن عباس يريد تعويق التوبة وتأخيرها ولآمرنهم فلا يغيرن ولأضلنهم ولأمنينهم اللي تعويق التوبة وتأخير التوبة والأمان الباطلة هي من الشيطان ولهذا الله سبحانه وتعالى كما سيأتي قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام البتك القطع وهو هاهن قطع البحيرة الناقة ليعلم أنها بحيرة قال الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون عن الله الكذب فهذا من جنس تحكمات أهل الجاهلية ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله يعني دين الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله وقيل هو أن الله جل وعلا خلق الشمس والقمر والأحجار والأشجار لما خلقها له فجاء المشركون فغيروها وعبدوها وقطعوا الحجر والشجر وجعلوها معبودات تعبد من دون الله وقيل هو خصاء الخصاء لبني آدم وفق الأعين ولا مانع من الحمل على العموم لأنه من قواعد التفسير عند العلماء أنه إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى فإنه يؤخذ به كاملا ولا يترك قال الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله يعني ربا يطيعه فقد خسر خسرانا المبينة يعدهم ويمنيهم وعده وتمنيته ما يوقعه في قلب الإنسان يقول سيطول عمرك وتنال الدنيا وقد يكون بتخويفه من الفقر والإنفاق وصلة الرحم كما مر عليكم في قول الله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويمنيهم ما في باعث ولا جنة ولا نار وما يعدهم الشيطان إلا غرورة يعني باطلة أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصة يعني لا يجدون مقرا ومعدلا عنها ثم لأن القرآن مثاني إذا ذكر الأشرار ذكر الأخيار وإذا ذكر السعدة ذكر الأشقية وهكذا قال الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الغرف والمساكن خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل قال الله جل ذكره ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا هذه الآية الكريمة خطابٌ للمسلمين ولأهل الكتاب جميعا ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني اليهود والنصارى وذلك على ما قيل أنهم افتخروا فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم وقال المسلمون نبينا هو خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على الكتب وقد آمنا بكتابنا وكتابكم فنحن أولى بالله منكم فقال الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليست المسألة مجرد مفاخرة وأماني من يعمل سوءا يجز به وهذه الآية يقول بعضها للعلم من أخوة في الآيات لقوله من يعمل سوءا يجز به ولهذا ورج في الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله إن الله يقول من يعمل سوءا يجز به إذن هلكنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام قفر الله لك يا أبا بكر ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى قال فهذا مما تجزون به وقال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه فهذه التي تصيب الناس من يعمل سوءا يجز به فالآية عامة في حق كل عامل في حق كل عامل ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بهذا الشرط من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى كما قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بهذا الشرط كما قال تعالى من عمل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا ندزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وفي القرآن الكريم دائما يقرن الإيمان بالعمل الصالح لأنه الأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل الإيمان ليس فقط كلمة تقال باللسان فحسب ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقير أي مقدار النقير ما هو النقير النقرة التي تكون في ظهر النوات ورد في القرآن ما يملكون من قطمير ورد ولا يظلمون فتيلة كلها في النوات كل الثلاثة النقير والقطمير والفتيل النقير عرفناه قال له النقرة التي تكون في ظهر النوات نوات التمر الغشاء التي يكون على نوات التمر والفتيل الخيط التي يكون في وسط النوات كلها في القرآن الكريم ولا يظلمون نقير وهذا يدل على مكانة الإيمان ومنزلته الإيمان أو منزله عظيمة جداً ولهذا قال ولا يظلمون نقير نقيراً ومن يعمل من الصالحات ومن أحسن ديناً يعني من أحكم ديناً ممن أسلم وجهه لله يعني أخلص عمله لله وهو محسن يعني متبع وهذان شرط العمل كما قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً أي عمل من الأعمال لابد له من شرطين اثنين الأول الإخلاص لله والثاني المتابعة لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو الدليل على هذين الشرطين قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً هذا شرط عملاً صالحاً شرط الاتباع ولا يشرك بعبادة ربه أحد شرط الإخلاص وقوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون أسلم وجهه لله يعني الإخلاص وهو محسن اتباع السنة وهنا في هذه الآية ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله يعني الإخلاص وهو محسن اتباع واتبع ملة إبراهيم ما هي ملة إبراهيم الحنيفية هي ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصاً له الدين وبذلك أمر الله جميع الخلق وعجب إبراهيم الخليل عليه السلام لو معنا سعة من الوقت وقفنا مع الخليل عليه الصلاة والسلام عجيب تأملوا إخواني وخواتي لماذا ذكر الله إبراهيم في غالب سور القرآن خذ البقرة ذكر فيها إبراهيم آل عمران النساء واتخذ الله إبراهيم خليل الأنعام التوبة هود النحل وقبل ذلك آخر سورة يوسف كذلك ذكر إبراهيم عليه السلام في سورة مريم وذكر في سورة إبراهيم وفي الأنبياء وفي النجم وفي الأعلى وفي سورة الممتحنة وفي الصفات وفي العنكبوت إلى آخر وفي الشعرة لماذا؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخلص لله هو وأولاده وأهل بيته ليس له من نفسه حظ ولا نصيب كله لله إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين يتلمَّس مراض الله في كل شيء ما يوم من الأيام أمره الله بأمر فتردد قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين أمره الله أن ينقل هاجر وابن إسماعيل من بلاد الشام إلى واد غير ذي زار فامتثل ولا تردد إن إبراهيم كان أمة أمة قانتاً لله عنيفاً ولم يكنهم مشتكين سبحان الله ولهذا استحق واتخذ الله إبراهيم خليلاً لما قرأ معاذ هذه الآية عند أهل اليمن لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن سمعه رجل فقال لقد قرَّت عين أم إبراهيم يقول يا سعادة أم إبراهيم بهذه الخلة تخذ الله إبراهيم خليلاً والخلة أعلى مراتب المحبة قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً صفياً الخلَّ صفاء المودَّة الخليل الذي ليس في محبته خلل الصداقة الله أحبه واصطفاه وسماه خليلاً والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ويقول إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر فهو له منزل عالي عند النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ الله إبراهيم خليلاً النبي عليه الصلاة والسلام ليس له خليل قال لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً لكنه رضي بخلة الله تبارك وتعالى ثم قال الله ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقاً وإيجاداً وملكاً وكان الله بكل شيء محيط أحاط علمه جل وعلا بجميع الأشياء صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها حيها وميتها ثم قال تبارك وتعالى ويستفتونك في النساء وها هنا السؤال طبعاً يستفتونك يطلبون الفتوى يستفتونك يا محمد يسألونك في هذا الموضوع ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ما الفرق بين هذه الآية الكريمة وبين التي سبقت في صدر السورة ما تذكرون الآية في صدر السورة في أول النساء فرق بينهما هنا الفرق الأولى الرجل تكون عنده اليتيمة وهي ذات مال وجمال فيرغب أن يتزوجها ولا يقصط في صداقها الثانية في الرجل تكون عنده اليتيمة تشاركه في ماله وليست ذات جمال فلا يرغب فيها لكنه يكره أن يزوجها غيره لألا يشاركه في مالها فيقوم بعضلها يعضلها من أجل هذا الشيء هذا هو الفرق بين الآيتين ولهذا جاء في صحي البخاري مسلم أن عروة بن الزبير سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله وإن خفتم أن لا تقصطوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت هي اليتيمة في حجر وليا فيرغب في جمالها ومالها إلى آخره ولا يقصط فيه وهنا قال الله ويستفتونك في النساء قل لله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يعني هذه الآية ويستفتونك في النساء في النساء غير اللي في أول السورة وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذه اليتيمة تكون في حجر الرجل يكون له ولاية عليها وهو وليها فيرغب في نكاحها إذا كانت ذاتها جمال ومال لكنه لا يقصد في صداقها يعطيها أقل وإذا كانت غير مرغوب في جمالها فإنه يمسكها من أجل المال اللي عنده ولا يزوجها رجل آخر إنه لو زوجها رجل آخر لا استولى على المال وهو يرغب أنه ينتفع من المال هذا اللي عنده مال اليتيمة ثم قال ويستفتونك في النساء يستخبرونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم يعني ويفتيكم فيما يتلى عليكم فيهن وهو قوله وآتوا اليتامة أموالهم وقوله تعالى ويسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير وإن تخالطون في إخوانكم وقد ذكر الله جل وعلا ما يتعلق باليتيم في ثلاث وعشرين آية أعطاه حقه كاملا وحرم الاعتداء عليه وتوعد على ذلك بالوعيد الشديد في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن لا تعطونهن الصداق وترغبون أن تنكيحون لماذا للمال اللي عندهم وجمالهم لكن بأقل من الصداق والمستضعفين ويفتيكم أيضا في المستضعفين من الولدان وهم الصغار أن تعطوهم حقوقهم لأنهم كانوا لا يورثون الصغار في الجاهلية ربما أخذوا أموالهم وأن تقوموا لليتام بالقصد ويفتيكم أيضا جل وعلا أن تقوموا لليتام بالعدل في مهورهن وفي رد أموالهن إليهن وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم يجازيكم عليه ما تفعلوا من خير أي خير كان إن سامحتم هؤلاء الأيتام إن حفظتم أموالهم فإن الله كان به عليم ثم قال تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يعني لا يرغب في عشرتها كثيرا إما لكبر سنها أو لمرضها أو لسبب آخر يريد أن يفارقها فتقول أجعلك في حل من شأني يوجد هذا كثير يكون الواحد عنده امرأة كبيرة في السن ويتزوج شابة كما جاء في بعض الروايات تزوج شابة فيريد أن يتخفف تخشى الكبير أن يطلقها فتقول يا أبو فلان أنا أسمح لك متى ما جئت يعني لا تحملني أو لا تحمل نفسك أعبائي فهذا لا بأس لأن الله قال وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا النشوز غالبا يطلق على المرأة ولا على الرجل على المرأة لكن هنا صار في جانب الزوج في جانب الرجل إذا المرأة خافت من بعدها نشوزا أنه يرتفع عنها إما بسوء خلقه ولا يقول والله أنا من تحمل بيتين أنفق عليهم لها أن تتخفف من أموره تقول يا أبو فلان النفق حسب ما كتب الله لكن لا تطلقني إذا خافت وهذا دليل على العمل بالقراء العمل بالقراء لأنه ما عندها نص ولا عندها أيضا يقين لكنها خافت من بعدها نشوزا أو إعراض أنه يعرض عنها قال الله فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير دائما الصلح خير يتصالحون فيما بينهم ويتفاهمون أفضل على أن الله قال ولا تنسوا الفضل بينكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسن العهد من الإيمان وكان يثني على خديجة ويقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد وليس من حسن العهد ما يفعله بعض الناس تجد إذا تزوج شابة نسي زوجتها الأولى وعطل نفقتها وأبغضها وآذاها وسبها وشتمها هذا ليس من الإسلام في شيء وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا المرأة إذا خافت من زوجها ولاحظوا قال من بعدها هنا في حكمة قول من بعدها ما قال من زوجها وإن امرأة خافت من بعدها ما قال من زوجها أحسنت نعم البعل البعولة تشعر بقوة العلاقة والله تعالى أعلم إنه لا أتزال الآن على ملاكه أمضت معه سنين خافت من بعدها من زوجها ولكن جاء لفظ البعولة يبين قوة الارتباط بينه وبينها إن امرأة خافت من بعدها نشوزا بغضا أو إنه يترك مضاجعتها أو إعراضا عن مجالستها أو ما إلى ذلك فلا جناح عليهما يعني على الزوج والمرأة أن يتصالحها أن يصلح بينهما صلحا في القسم والنفقة أو يقول الزوج لها إنك قد دخلت في السن وأنا أريد أن أتزوج امرأة يعني مثلا شابة جميلة أوثرها عليك في القسمة ليلا ونهارا فإن يعني رضيت بهذا فأقيمي وإن كرهتي فأنا سأخلي سبيلك مثلا إن رضيت كانت هي المحسنة ولا تجبر على ذلك وإن لم ترضى بدون حقها كان على الزوج أن يوفيها حقها من القسم والنفقة أو يسرحها بإحسان فإن أمسكها ووفاء حقها مع كراهية فهو محسن محسن إليها هنا ولهذا الله سبحانه وتعالى قال هنا وإن تحسنوا قبل قال أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير قال وأحضرت الأنفس الشح وأحضرت الأنفس الشح يعني شحه كل واحد من الزوجين بنصيبه من الآخر والشح هو الحرص على الشيء مع شدة أمساك الشيء مع شدة الحرص عليه يعني الفرق بين البخل والشح أن البخل أمساك المال لكن الشح أمساك مع أمساك مع شدة الحرص ولهذا قال الله تبارك وتعالى ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون هنا أحضرت الأنفس الشح شح كل واحد من الزوجين بنصيبه من الآخر والشح لا شك أنه أقبح من البخل مع الأزواج أي وإن تحسنوا بالإقامة معها مع هذه كبيرة السن تحسنوا مع الكراهة وتتقوا ظلمها تحسنوا في العشرة وتتقوا النشوز والإعراض ونقص الحق فإن الله كان بما تعملون من تحمل المشاق في ذلك خبيراً فيجازيكم ويثيبكم يقول بعض المفسرين في خطاب الأزواج بطريق الالتفات هنا والتعبير عن رعاية حقوقهم بالإحسان ولفظ التقوى إرادة لفظ التقوى هنا المنبع عن كون النشوز والإعراض مما يتوقى منه وترتيب الوعد الكريم على ذلك ما هو الوعد؟ فإن الله كان بما تعملون خبيراً من لطف الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة ما لا يخفى فيه شيء عجيب الله سبحانه وتعالى جاب لفظ الإحسان والتقوى وجاب الوعد الجزيل أيضاً ثم قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم طيب ما الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين قوله في أول السورة أيضاً فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ما المراد بالعدل هنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل مع أنه جاء الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في من مال مع أو من ظلم إحدى الزوجتين قال عليه الصلاة والسلام من كانت له زوجتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو وشقه ساقط فلا يجوز الظلم يجب العدل لكن هنا الله يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ما المراد بالعدل هنا مع أنه قال في أول السورة وإن خفتم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أحسنت نعم المراد بالعدل هنا لما يستطيعوا الإنسان ميل القلب وما يتبعه من الجماع ونحو ذلك ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم على إقامة العدل وبالغتم في ذلك لأن الميل يقع بلا اختيار في القلب ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وسنن نبي داود والترمذي والنساء وبنماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين النساء فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تآخذني فيما تملك ولا أملك ما هو الشيء اللي يملكه الله ولا يملكه العبد هو ميل القلب وما يتبعه أما النفقة فيجب العدل فيها المبيت يجب العدل فيه وهكذا إلا ميل القلب والمحبة القلبية فهذه يقول الله فيها ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل لا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة لا تميلوا في القسم في النفقة لا تتبعوا أهواءكم فتذروها كالمعلقة فتدعوا الأخرى كالمعلقة لا أيمن ولا هي ذات بعل سير كالمحبوسة كأنها مسجونة وإن تصلحوا وتتقوا هناك قال قبل وإن تحسنوا وتتقوا هناك قال تصلحوا تتقوا ماذا تتقوا الجور والظلم فإن الله كان غفورا رحيما يغفر لكم ما بدر منكم بدون قصد نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والله الموفق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر